كيف بتزبط مع المسيحيين أنهم يعبدوا رب جسد بطفل؟ والسؤال الثاني كمان اللي بينطرح كتير هو ليش محتاج أساساً الرب لأنه يتجسد بشكل بشر؟ والسؤال الأهم اللي بيجي بعده هو إذا كنا نحن البشر نختار لإلنا والأولادنا الأفضل، أفضل هيئة، أفضل بيئة، أحسن صورة، أحسن مركز فكيف الإله يرضى لأبنه أنه يكون بصورة طفل ضعيف، محتاج، وبعده وصولاً للتعذيب والصلب؟ فباختصار، سبع تلاف دين الموجودين على الأرض، سبع تلاف إله بيتبعوا هاي الأديان، كل إله مختلف عن الآخر، كل إله أعطى أتباعه آلية معينة يمشوا فيها بالحياة، أعطاهن شريعة معينة، طقوس معينة لحتى يرتقوا فيها عن الجنس البشري بأفضل طريقة ممكنة. طبعاً الوسايا كتيري والشرائع كتيري كلها بتصبي لتقتل وممنوع تزني، ممنوع تسرق، أصوم، صلي إلى آخره من الأمور. هالأديان السبع تلاف بيحقلهم بكل وقاحة أنه هن يصرخوا لإلهن ويقولوله في مجال تتنازلوا شوي وتجرب تعيش محلنا على الأرض وتقلنا شو يعني يكون ابنك جوعان وانت جوعان وما تسرق؟ شو يعني أنه تنزل ودوق طعم الإهانة ويتاخذ حقك منك ويقتلولك حدا غالي على قلبك وما تقتل؟ شو يعني أنك تجرب أنه تغريك أمرأة وتعيش محلنا كبشر وأخر شي ما تزني؟ كل الأديان بيحقل أتباعه أنه هن يواجهوا إلهن بهالطريقة إلا المسيحي، لأنه المسيحي ببساطة بيكون جواب الرب الإله لإله جربت الرب الإله حط القصة من البداية، حط الخطة من البداية كان بيقدر أنه هو يتجسد بالطريقة اللي بتناسبه، بالهيئة اللي بتناسبه بيجي ابن ملك، بيجي ابن منطقة مثل روما إلى آخره من الأمور ولكن خلينا سوا بدقائق قليلة نجسد صورة الميلاد ورموز ميلاد الرب يسوع المسيحي الحقيقية المخفية عن عيوننا اليوم أنت كفقير بتقول أنا ليه ابن عيلة فقيرة؟ قبلك إجر رب يسوع المسيح باختيار منه، كان بيقدر يكون ابن ملك كان بيقدر يكون ابن هيرودوس بهديك الحقبة اختار يكون ابن عيلة فقيرة، واختار يكون ابن قرية فقيرة، بسيطة، صغيرة، هي بيت لحم تعتبر قرية نكرة وصغرة بين قرى إسرائيل ومدن إسرائيل بتقول لو أمي دكتورة، لو أمي مهندسة، لو أمي حدا له مركز وقيمة الرب يسوع اختياراته غير اختياراتنا تماماً الشي اللي بيحبه وبيصب قلبه عليه غير شهوات قلوبنا مختلف تماماً اختار أم بسيطة جداً، طيبة، بسيطة، متواضعة، فقيرة، مجرد بنت عم تخدم بهيكل قال هاي اللي بدا تكون أمي، هاي اللي بدي انولد من أحشاقة، ما اختار عالمة، ما اختار واحدة من المجوس، ولا اختار زوجة هيرودوس على سبيل المثال كمان في كتار بيقلك لو أبي وزير، لو أبي شقفة مسؤول بس يقدري يمشي لأموري بها الحياة كمان منرجع للرب يسوع، منلاقيه بكل بساطة اختار أبي ربيه على الأرض هو نجار يعني نطلع وننزل هو فقير، وأكتر شي بيقدر يقدم له ياه هو مصلحة لنجارة هاد، قال هاد بدي ياه يكون قبيل بربيني، ما راح اختار لعلماء، ولا اختار أطباء، ولا اختار ملوك قال لك نجار، تخيل اليوم أنت لو ما حال يسوع، شو بتختار؟ وبعدها فيك تعاتب إذا قدرت تعاتب تشردت وتهجرت ودقت معنا الحروب والقزائف، دقت طعم الموت، دقت طعم أنك تهرب أهلك يحطوك ببلم ويركدوا فيك لأوروبا، ولأمريكا، وعشواطئ تنزت الرب يسوع بملء إرادته، اختار يكون طريد، اختار أنه يجي بعصر أكتر ملك مجنون بالعالم هذا الملك كان اسمه هيرودوس، قتل كل طفل دون عمر السنتين قال لك أنا بدي أجي بهذا الوقت، أنا مثلك، أنا طريد، وتلاحقت، وهربوا في أهلي على مصر وبكامل إرادته اختار هالحقبة الزمنية يا ترى كمان سؤال، لو خيرونا نحن كبشر أي مرحلة من العمر منحب أنه نخلق علي أو نستمر علي أو نبقى فيها، شو منختار؟ حكماً منختار مرحلة الشباب، ما حدا فينا بيختار مرحلة يكون فيها عاجز مرحلة الشباب هي مرحلة اكتمال العقل، اكتمال العمر، اكتمال الجمال، التفكير، النضج، القوة العزيمة إلى آخرية الإله أرسل ابنه بصورة طفل ضعيف، ضعيف، محتاج من يشيله، محتاج من يردعه، محتاج من يحفظه، محتاج من يعلمه يمشي، يعلمه يحكي طفل عادي مثل كل الأطفال، ليورجينا أنه هو بيحب الضعفة، وهو بده يحس بالضعفة من أول ولادتهم، ما بده فترة القوة وفترة السلطة وفترة الحروب وفترة العنجهية والجبروت في ناس بيقضوا طول عمرهم عم ينتبوا أنهم خلقوا من قرية صغيرة بسيطة، أو أنهم ولدوا ببيئة ما بتليق، أو ببيئة مشبوهة، أو إلى سيط بشع، أو قرية إلى سيط محلو الرب يسوع لما رجعوا أهله من مصر قرر أنه هن يروحوا على الناصرة، الناصرة هي قرية كانت سيطة محلو بهذاك الوقت، يعني بيقولوا عنا أمنا الناصرة يخرج صلاح ورادي ينسمى عليه يسوع الناصري يعني الشي اللي نحنا بالحياة منستحي فيه ونخجل فيه هو أخده على عاطقه، عاش معنا بأسوأ الدرجات الممكنة نعيش فيها، واختار أسوأ الظروف اللي نحنا منهرب منه ومنحاول لنحسنه ومنتأفأف إذا ما تحسنت معنا يا ترى كمان هل منقدر نبعد شوي عن اللايكات، عن الشهرة، عن الإضاءة، عن أنه شفوني أنا هون أنا الأفضل؟ كمان يسوع المسيح بذاته أعطانا مثال رائع جداً، عاش سنوات طويلة من عمره مخبة، ما حدا بيعرف أنه موجود، وما حدا سمع فيه مرة سألني شخص اللي ببساطة، اللي كيف بتآمنوا برب انولد بمزود، المزود اللي ما بيعرفوه هو مثل السحارة أو السندوقة اللي بياكلوا منها الدواب والبهائم، بيستعملوها لعلف الحيوانات بالحضائر فقال لي كيف رب بجلال تقدره وببساطة بمزود حقير خليتوه إنه هو ينولد؟ فباختصار متل ما رديت له وساكت مابا نطع رح رد للكل اللي عم يسألوا نفس هذا السؤال المزود هو المكان اللي بنوضع فيه الأكل، أكل الحيوانات أو أكل الدابة أو العلاف المزود اللي نحط فيه الرب يسوع هو دلالة على الأكل، على الطعام هو بذاته الطعام ولكن لألنا نحن البشر هو اللي قال عن حاله الخبز النازل من السماء، هو اللي قال من يأكل مني لا يجوع أبداً، هو اللي قال جسدي مأكل حق فالسقوط والخطيئة خلت بني آدم يسقطه من الطبيعة النورانية من الأجساد الممجدة للأجساد الفاسدة للجسم الحيواني اللي عايشين فيه على الأرض بدون هالمأكل الحق اللي رجعنا لطبيعتنا الأولى، اللي رجعنا لطبيعتنا النورانية، اللي رجع الأجساد الفاسدة لأجساد ممجدة ما فيه تغيير بصير، فكل مين أكل من هذا الجسد بناء للحياة الأبدية فيه لأنه هذا الجسد هو خبز السماء النازل للأرض وكل مين رفض هالجسد حافظ على طبيعته الساقطة، على طبيعته البهائمية اللي تحول لأله بيقول الكتاب أما نحن فنلنا التبني الفرق بين بنوتنا وبنوت الرب يسوع المسيح أنه نحن بنوتنا أخدناها منه، أخدناها بالنعمة لما آمننا فيه هو بنوته بنوة حقيقية، هو إله حقيقي، بنوته مختلفة بالطبيعة والجوهر عن بنوتنا نحن، بينما هو اللي أعطانا البنوة التجسد ليش تم؟ ببساطة، التجسد ورجانا كيف هو شكل بني آدم قبل السقوط بيسوع المسيح كيف هو الشكل المحبب للبشر عند الرب الإله أنه يكون ورجانا شو يعني يكونوا كاملين كما أني كامل ورجانا شو يعني فينا نعيش على الأرض يعني ما بقى فينا نقول له أنت توجعت مثلنا، أنت نزليت مثلنا، أنت دقت الفقر مثلنا هو داء الكل مثلنا ولكن ما سقط مثلنا، ما تجرب بالخطيئة مثلنا ما سقط السقوط اللي منسقته كل يوم ومنعتذر كل يوم ومنعترف كل يوم ومنقول يا رب اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني ففي أحد القديسين بيقولوا أنه ابن الله صار ابن البشر ليجعل أبناء البشر أبناء لله هذا هو التجسد ببسيط العبارة بالتجسد شاركنا هو لحمنا ودمنا وأعطانا نشاركه لحمه ودمه لحمه ودمه غير طبيعتنا، غير طبيعتنا البشرية لها السبب فيه استحقينا البنوة لها السبب قالك من آمن بالابن له الآب أيضا لها السبب عطانا شو يعني الملكوت اللي قبله ما كان فيه ملكوت ولا كان فيه وعد ملكوت بالتجسد بيقول الكتاب هو الغني فتقر لحتى نستغني نحن بفقره تألم لنشفى نحن بجلته رضي الرب ينزل بصورة عبد لحتى يرفعنا لقلنا لمرحلة البنوة ويطالع العبيد لمرتبته البنوة لو ما نزل الرب يسوع المسيح كيف كنا بدنا نعرف شو هي الصلاة المحببة عند الإله كيف كنا رح نصلي ونقول أبانا الذي في السماوات كيف كنا مستحقين أساسا نعرف أنه صار فينا نتجاسر والنادي أبانا له السبب كان لابد أنه هو يتجسد بشر كان لابد يعلمنا بذاته كيف بيجوع وكيف بيتألم وكيف بيشأ شو يعني أنه يشكوا فيه أقرب الناس لإله شو يعني أنه يخونوا اللي أكلوا خبز وملح معه شو يعني أنه يبعدوا عنه ويتخلوا عنه وقت الصلب شو يعني لما منمر نحن بهالمراحل كله بحياتنا نتذكر أنه فيه مسأل أعلى لإلنا مرأ فيها كله كان لابد للرب أنه يشرب من الكاس اللي علينا ليرفعه عنه وليعطينا الكاس لكاس اللي هو حامله كاس الحياة الأبدية فلا يوجد بين كل آلهة الأمم إله يستحق العبادة كما هو إلهنا أبو ربنا يسوع المسيح الآب المحب اللي أرسل ابنه وبذل ابنه لحتى ننال فيه نحن البنوة والخلاص لو ما إجا المسيح بشكل بشر ما كان فينا نعرف كيف فينا نعيش نحن على الأرض الآسية كأبناء لله لو ما جاء المسيح وهذا الأهم طبعا الفداء هو الدرجة الأولى ولكن الأمر المهم الثاني اللي كتار مننا حصلوا عليه وما أدوا إنته واكتار مننا للأسف كمسيحيين أطفقوه وكتار مننا أحزنوه بدون ما يفهمه هو الروح القدس لو ما إجا المسيح على الأرض ما كان منح لإلنا سكن الروح القدس جواتنا قبل المسيح الروح القدس روح الله ما سكن ولا بحدا مرأ مرور الكرام على الأنبياء اللي ينفزوا مهمة معينة وفارقون بعد المسيح نلنا شو يعني أنه يسكن فينا روح الله وروح الله ما بيسكن ما بيسكن إلا بأبناء الله لأنه ما حدا بيرسله للبشر إلا يسوع المسيح ويسوع المسيح بيرسل اللي بيقامنوا فيه شغلة إبليس بالنهاية إنه هو يظل يسخف لنا من هالعظائم والأمور اللي عطاها يا ربنا يظل يقلنا طفل ومزود وخلق من مرأة عزبة وشو يعني خلاص وشو لش انصلاب وشو يعني يتألم وتجسد هالحكي كله نحن صرنا يا جماعة بال2020 لسه في حدا بيقامن فيه هاي شغلته هو لحتى يخلينا نخجل من دم غالي يندفع كرمالنا ويخلينا نساير البعض مننا وبالنتيجة ياخدنا للهلاك ويبعدنا عن الخلاص اللي اندفع فيه دم عظيم كرمالنا فشغلتنا نحن إنه نقله التالي منقله الإله المامشي معي من طفولتي لماشيبي اللي ماعرف شو يعني طفولة اللي ماعرف شو يعني عذاب اللي ماعرف شو يعني فقر اللي ما بقدر يحس بالجوعانين اللي أساسا ما بيجوع ولا بيطعب ولا بيعطاش ولا بيحس هذا إله غير جدير بالعبودية غير جدير بالعبودية أساسا بكل احتفال بعيد ميلاد الرب يسوع منكون نحن عم نحتفل إننا نحن أبناء الله ملك الملوك ولد فمجده موسيقى موسيقى موسيقى